some وany وطبعا دي مش اول مرة تسمعوا فيها عن some وany يا طرق معنى some ايه ومعنى any ايه وكمان الفرق ما بينهم ايه اول حاجة some some معناها بعض some معناها بعض وبنستخدمها امتا؟ بنستخدمها مع الاسماء الجمعة سواء كانت countable تعد او uncountable لا تعد يبقى some ما بيفرقش معاها الاسم يجي countable ولا uncountable اللي بيفرق معاها انه الاسم لازم يبقى جمع لان انا بقول ايه بقول some يعني بعض بعض من ايه بعض من كل زي some box بعض الكتب some eggs بعض البيض some chairs بعض الكراسي يعني ايه يعني انا عندي البوكس countable والأيجز countable well chairs ما لها برضو well chairs برضو countable هناخد some مع ال uncountable زي ايه زي water المية هقول some water بعض الماء some sugar بعض السكر some salad بعض السلطة يبقى انا عندي كل كتير جدا وانا خدت جزء منه فانا خدت some خدت بعضه يعني عندي مثلا عشر كتب انا خدت منهم خمسة فهقول ايه I talk some box I talk some box I talk some eggs I talk some chairs يعني في كراس كتير وفي بيت كتير وفي كتب كتير انا اخدت بعضها فانا كده اخدت من ايه؟ اخدت من جمع يبقى هي بتيجي مع الاسماء ايه؟ مع الاسماء المجموعة ده بالنسبة للcountable بالنسبة للuncountable some water some sugar some salad some oil وهكذا ده بالنسبة لمن؟ some طيب بنستخدمها امتى كمان؟ هناخد مثالي الاول I have some eggs انا عندي بعض ايه؟ انا عندي بعض البيت She has some juice هي معاها بعض ايه؟ بعض الجوز العصير يبقى eggs countable we juice uncountable وقلنا some مش بيفرق معاها countable ولا uncountable كل الحوار انها بتيجي معا الاسماء المعدو الجمع بتيجي معا الاسماء الجمع بنستخدمها امتى كمان؟ بنستخدمها في حالة العرض والطلب زي ما تكلمنا من شوية عن offering something politely وقلنا what do you like something؟ هل تريد بعض الشاي؟ what do you like something؟ طيب can I have some water please؟ هل ممكن تجيب لي بعض الماء؟ لو سمحت يبقى كده ده حالة ايه؟ ده حالة عرض وحالة طلب الحالة الاولى would you like something؟ دي حالة ايه؟ حالة عرض الحالة التانية can I have some water؟ دي حالة ايه؟ حالة الطلب تمام؟ ده بالنسبة يا حلوين ليه some بعد كده هنروح لإني وإني معناها أي وسهلة جدا طيب أول حاجة إني زي ما قلنا معناها ايه؟ معناها أي طيب بنستخدمها مع ايه؟ قل بنستخدمها مع الأسماء الجمع زي ايه؟ زي إني زي some سواء كانت معدودة أو غير معدودة ولكن بنستخدمها في حالتين بس الحالة الاولى هي حالة النفي والحالة التانية هي حالة السؤال أو الاستفهام يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا هدخل الكلمات دي في جمل بس ناخدها الأول any rice يعني أي أرز any sugar يعني أي سكر rice وشجر يا حلوين دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن أسماء uncountable أسماء لا تعد بعدين any pans أي أقلام any box أي كتب وطبعا مش محتاجة أقول لكم any pans pans وbox عبارة عن ايه؟ عبارة عن countable nouns أسماء تعد طيب في الجملة المنفية لما يكون عندي جملة والجملة دي منفية هستخدم فيها any زي إيه؟ زي I haven't got any مثلا prizes أنا لم أحصل على أي جوايز يبقى إيه؟ بستخدم في حالة النفي haven't any أوكي؟ زي المثال ده there aren't there aren't يعني لا يوجد any vegetables in the fridge يعني ما فيش أي خضروات فين في الفريج أو التلاجة I don't have any coffee I don't have هنا إيه؟ don't هي اللي بتنفيلي الجملة طيب جبت معاها إيه؟ جبت معاها إني I don't have any coffee يعني ما عنديش أي قهوة بيبقى الحالة الأولى من حالات استخدام any بستخدمها في حالة النفي أو إن الجملة تكون منفية الحالة اللي بعد كده هي حالة السؤال أو الاستفهام زي إيه؟ do you have any tomatoes do you have any tomatoes يعني هل عندك أي طماطم do you have any tomatoes وده هنا طبعاً tomatoes ما لها؟ tomatoes excellent tomatoes countable is there هل يوجد أي صلطة في الطبق؟ طبعاً solid دي إيه؟ يا حلوين عبارة عن اسم uncountable اسم لا يعد ولذلك قلنا is there لأننا هنا بنستخدم إيه؟ بنستخدم is لإني uncountable بنعمله معاملة المفرد فبياخد إيه؟ فبياخد is is there any salad in the dish؟ هل في أي صلطة في الطبق؟ طبعاً هنجاوب yes there is أو no there isn't